أحيانا ممكن الواحد يكون عنده بعض الشكوك أنه فيه طرف آخر معجب فيه قد يكون هذا الطرف الآخر معجب فيك بالسر بدون ما يحكي لكن إتا حاس أنه بيطلع عليك من تحت لتحت وبيراقب تحركاتك يترى هل فيه طريقة تعرف أنه هذا الشخص معجب فيك أو لا وبيراقب فيك ولا هي بس مجرد أوهام وأفكار في عقلك هذا اللي رح نتعرف عليه أكثر في فيديو اليوم السلام عليكم جميعا أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد معكم سائد يونس مدرب ومستشار في تنمية المهارات الذاتية والريادية ومؤلف كتاب كيف تنجح قبل أن تبدأ بدي أذكر لللي ما حضروا الفيديوهات السابقة لو فيه شخص بيتجاهلك وحاب تتعلم طريقة فعالة جدا حتى تخلي الشخص اللي بيتجاهلك يرجع ويعاود الاتصال فيك من جديد بإمكانك تحمل الملف أو دليل قطع الاتصال قاعدة قطع الاتصال تحدثنا عنها في فيديوهات سابقة بإمكانك تحمل هذا الملف في الإرشادات الكاملة وشرح كامل عن قاعدة قطع الاتصال وكيف ممكن تطبقها والحالات المختلفة لهذه القاعدة الرابط بتلاقوه في صندوق الوصف وفي أعلى الفيديو الآن على الشاشة بإمكانك تحمله الملف مجاني حمله اقرأ التعليمات قبل ما تطبق القاعدة حتى تضمن أن تكون النتائج إيجابية ويلا ببلش جمالية الطريقة اللي رح نتحدث عنها اليوم هي في بساطتها وإنها بتتناول مبادئ نفسية بسيطة جدا ولكنها قوية في نفس الوقت وتنطبق على كل الناس المبدأ البسيط اللي بنحكي عنه اليوم هو مبدأ التواصل إذا أنت بتحب شخص أو معجب بشخص وفي مشاعر متبادلة ما بينك وبين هذا الشخص وأنت باستمرار عم تطلع عليه وبتراقب فيه بيكون فيه نوعين من التواصل بيكون فيه تواصل واعي وبيكون فيه أيضا الجزء الأكبر من التواصل هو تواصل غير واعي تواصل على مستوى اللاوعي فبتلاقي إذا الشخص بلش يعمل حركات معينة في جسمه ممكن تنعكس عليك أنت وتبدأ أنت نفسك تعمل هذه الحركات ولذلك إذا عندك شك أنه فيه شخص عم يتطلع عليك وبتطلع بنظرة إعجاب بدون ما تتطلع عليه وبدون ما تجحر بعيونه أو تعمل حركات مباشرة بإمكانك بشكل عفوي أنك تصطنع التثاؤب بتتثاؤب بشكل عفوي وبتبلش يتراقب الطرف الآخر الشخص اللي أنت شاك أنه عم يتطلع عليك ومعجب فيك بشكل أو بآخر إذا هذا الشخص بلش يتثاؤب فهذا دليل أنه كان ينظر لك باهتمام وهذا بيعطيك انطباع كبير أنه قد يكون فعلا هذا الشخص معجب فيك وبيراقب فيك بالسر الآن لما نحكي على مستوى المجموعة وهي الحيل الثاني اللي بنتحدث عنها اليوم لما يكون في مجموعة بيكون مثلا في زملاء بالعمل أو زملاء في الدراسة أحيانا بيكون في إعجابات متبادلة بين بعض الأشخاص داخل المجموعة بإمكانك بكل سهولة تكتشف الأشخاص المعجبين في بعض أو اللي بيتبادلوا مشاعر معينة بينهم بين بعض لما هاي المجموعة يكون فيه نقطة المجموعة تضحك الناس لما يضحكوا بيميلوا أنهم يطلعوا على الأشخاص المعجبين فيهم يعني أنت لما تضحك لا شعوريا بتحاول تطلع على أكثر شخص أنت في بينك وبينهم سجام فلما يكون فيه مجموعة كبيرة الأشخاص اللي بيبدأوا يطلعوا على بعض هذول الأشخاص على الأغلب فيه بيناتهم ألفة كبيرة أو فيه بيناتهم حتى صداقة أو مشاعر إعجاب وقد تكون مشاعر حب متبادل ويمكن هم ما بيعرفوا عنها يمكن مش معترفين لبعض بس أنت بإمكانك تلقط الطاقة الموجودة في هاي المجموعة بمجرد ما أنك بس تراقب لما تضحك المجموعة مين بيطلع على مين الحيلة الثالثة اللي معي في فيديو اليوم هي حيلة جميلة بتساعدك أنك تحصل على معلومات إضافية من شخص أنت قابت تحكي معه أحيانا أنت ممكن تسأل سؤال وبتحس أن الشخص عم بيخبي بعض المعلومات أو ما أعطاك الإجابة كاملة بدل ما تسأل سؤال ثاني أو تحطه في قفص الاتهام وتقوله ليش أنت مش عم بتصارحني أو ليش أنت مش صريح معي ليش ما جاوبني إجابة كاملة لا لا اسمعوا هو بيحكي بس يخلص كلامه ما تحكي ولا شيء حافظ على الصمت وتطلع بعينه بهدوء لما تكون هاي الفجوة من الصمت موجودة الإنسان تلقائيا بيشعر بعدم الارتياح ومباشرة بيحاول بده يعبي الفراغ فبيتكلم أكثر ورح يعطيك المعلومات اللي أنت بتبحث عنها فإذا أنت سألت سؤال وما حصلت على الإجابة كاملة لا تسأل أسئلة ثانية لكن حافظ على لحظات من الصمت مع التواصل البصري مع هذا الشخص ورح تلاقي أنه لحاله بلش يتحدث من جديده على الأغلب رح يحكي لك كل البدكية الآن خلينا نيجي على طريقة جميلة بتعطيك نتائج رائعة مع الأشخاص اللي أنت بدك إياهم يحكوا آ اللي بدك إياهم يوافقوا على طلب أو يردوا عليك يسمعوا كلامك في شيء معين لما تحكي مع هذا الشخص أو لما تطلب منه طلبك أو تسأله سؤالك حاول أنت بتسأل أنك عم بتهز راسك للأعلى والأسفل هز الرأس بهاي الطريقة للأعلى والأسفل هي إشارة عالمية في لغة الجسد تدل على الموافقة نعم فأنت لما تبلش يتهز راسك وأنت بتحكي الطرف المقابل لا شعورياً رح يبلش هو يميل أنه يهز راسه بنفس الطريقة فلما يهز راسه بنفس الطريقة على الأغلب حتكون الإجابة تتوافق مع لغة الجسد لأنه الكلمات لا تكذب لغة الجسد أحياناً لغة الجسد هي اللي بتكذب الكلمات مش العكس فلما أنت تعطيه هاي الإشارة باللاوعي وهو يبلش يعيدها ويحكي على الأغلب رح تكون إجابته نعم أو رح يوافق على كلامك جربها بنفسك واكتشف قوتها بنفسك وهنا منيجي لسؤال الحلقة يا ترى أي حيلة من الحيل الأربعة عجبتكم أكثر شيء وأي وحدة فيهم رح تبدأ بتطبيقها على الفور اكتبونا أراءكم في التعليقات ولو في مواضيع أخرى أو أسئلة أخرى عندكم بتحبوا نحكي عنها في فيديوهات قادمة كمان اكتبوها في التعليقات وألقاكم بإذن الله تعالى في الفيديو القادم على خير إلى ذلك الوقت دمتم ومن تحبون بكل الخير السلام عليكم سائد يونس